ترجمة نانسي قنقر مع التقدم الإلكتروني والتكنولوجي أصبح الإنترنت جزءا مهما من حياة البشر بمن فيهم الأطفال ورغم الإيجابيات التي يتم جنيها من استخدام الإنترنت إلا أنها قد تسبب مخاطر وخيمة على الأطفال إذا تم استخدامها دون رقابة من أولياء أمورهم ومن بين هذه المخاطر تعرض الأطفال إلى التنمر الإلكتروني أو إلى الاحتيال الإلكتروني ونظرا لأهمية تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول استخدام الأطفال للإنترنت أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة جديدة لضمان سلامة الصغار عبر الفضاء السبراني استكمالا لبرنامجها الناجح للسلامة في الفضاء السبراني الذي أجرته في شهر نوفمبر 2022 بهدف الحث على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل آمن ومسؤول وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات أن الجلسات التدريبية لبرنامج حماية الأطفال على شبكة الإنترنت عقدت بمشاركة أكثر من 300 معلم من مدارس القطاعين الحكومي والخاص في شتى أنحاء مملكة البحرين البرنامج ساعد المعلمين على التعرف على أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال كما تعرف المعلمون على التدابير الوقائي الواجب اتباعها في المدارس للحد من التهديدات الإلكترونية وكيفية الاستجابة للمشكلات والكشف عنها في حالة تعرض الطلبة للإيذاء عبر الإنترنت استهدف البرنامج المؤسسات التعليمية لما تدطلع به من دور محوري في زيادة وعي الطلبة بشأن التهديدات والمخاطر المحتملة المقترنة باستخدام شبكة الإنترنت حيث أن من المهم تثقيف الطلبة ومسؤولي الإدارة وأولياء الأمر والمجتمع بأكمله بشأن التنمر الإلكتروني وتوعيتهم بكيفية مكافحته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر